إذن حضرتك حطيت حزب الوفد أنه ليس لديه شعبية قوية لكن بالتأكيد هو يندرج تحت حزب المعارضة والمرشح الرئاسي فريد زهران أيضاً من لسجل حافل في معارضة وموضوعات كثيرة حركة المدنية حضرتك برضو شايف أنه مش موجود على أرض الواقع بنفس قدر لا لا مش موجود يعني موجود معنا في التلفزيونات والحاجات يعني كده بس على أرض الواقع يعني قواعد شعبية وكده طب إيه مشكلة إيه مشكلة الأحزاب أولاً بسبب نشئتها فيصدرت بقرار فوقي أصلاً يعني ثم بعد الأحزاب بقى كلها اللي ظهرت بعد مصطول حليل الربيع العربي يعني نشأت في فترة فوضى نشأت في فترة ارتباك وارتباكات يعني وفردت نفسها وبيت موجودة لكن المشكلة أنهما خلال عشر سنين من بعد زوال حكم الإخوان مشتغلوش بصوا لرأس الهرم بصوا إلى رأس المسلس لا كان لازم تبص أو تنظر إلى قاعدة المسلس قاعدة المسلس هي القواعد الشعبية بس ده بقى محتاج فلوس محتاج أموال محتاج خبرات محتاج اختراقات للقواعد الشعبية محتاج أفكار عشان أحل مشاكل الناس ده مش موجود هو ما عندوش الكوادر دي الأحزاب كلها على فكرة يعني ما عندوش الكوادر دي ما عندوش الخبرات دي ففقد التواصل مع الناس تلاقيه بقى في إيه بقى في انتخابات الأحزاب سمعتها اهتزت بشدة نتيجة ما حدث في الربيع العربي لأن الأحزاب في أيام الرئيس مبارك تماهت مع النظام يعني كانت بتقبل لها تهى يعني في مهدنة وفي تفاعل مع النظام تقبل بنصبها أحيانا يعني عندما رأت نظام الرئيس مبارك سيسقط يعني تحلفت ضده ثم وجدت أنه في نجم ساطع أو اتجاه لصعود الإخوان فتحلفت مع الإخوان ولما لقيت الإخوان فشلة وحيسقطوا وفي ثورة شعبية انقلبوا على الإخوان وبالتالي هم بيبحثوا عن رأس المسلس عن الفايدة قواعد شعبية بقى تروح تنتخب وكده لا يعني حاجة فرط قواعد شعبية إيه ده هو كده ما فيش ثقة خالص لا ما فيش طب أفكار يعني بالتأكيد المرشحين بصي أنا أريد ما طرح من ممكن نقول عليه يعني برامج كلها كلها شهاد ممكن نقول عليه أنه هو مش برامج؟ لا مش برامج خالق دي كلها شهاد دي أضايا عامة وبعدين كلها تناقضات بما فيها الوقت الجميع 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 طرح لأطرحات أو قدم أفكار زي ما حضرتك بتقول لموضوعات بعينها زي الأزمة الاقتصادية الواقع السياسي المرير اللي احنا بنعيش فيه اليومين دول إقليمياً الحياة الاجتماعية لدى المصريين حطوا أفكار كلها شهاد كلها شهاد كلام أنه ما كانش المفروض يحصل كذا أوكي أنا معاك أنه ما كانش المفروض نعمل اقتراض ما كانش المفروض نعمل كذا انفاق على مشروعات كذا أو أوكي إنما أنت بقى بتعمل إيه؟ أو أنت حتعمل إيه؟ أو إيه رؤية؟ ما فيش ترجمة نانسي قنقر